السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم شباب في فيديو جديد من جي فور جي. اوزروني على الغيبة الطويلة وعلشان انا غيبت عليكم غيبة طويلة عندي ليكم خبرين مش عارف هيكونوا حلوين ولا بس انا متأكد ان في واحد منهم هيكون حلو والتاني مش عارف حلو ولا وحش بالنسبة للناس. الاول ان هيعمل مسابقة في نص الشهر ده والجهزة بتاعتها هتكون شحنة للكرت الشهري على لعبة ليجيسير في ديسكورت. الكرت الشهري ده هو ما يساوي تقريبا يعني تقريبا تسعة ثلاثة وطمئة دياموند على مدار الشهر. هنقول لكم على شروط المسابقة وازاي نعمل المسابقة ونشترك في المسابقة وكل الكلام ده لما يقوم اونو مش عايزين نسبة الاحداث. الخبر التالي ان انا هرجع PEB بس الطريقة معينة بمعنى ان همممكن هنشرح الاحداث فقط. نزل جديد بتاع هنشرحه. زي بتاع ام بارح. انا متعوبة برضو مش csak موتازل. ايه بس ان شاء الله بعد كده هيكون فيه متابعة بيني وبينكم في بخصوص الاحداث فقط لغير. علشان اكتر حاجة الناس كانت بتسأل عليها اشرح الاحداث كزا اشرح الحدث كزا. اشرح الحدث محتاجة غير ده. فاحنا ان شاء الله لو هنركز على الحاجة هنركز على الاحداث الجديدة للناس ممكن تكون مش فهمها. نبدأ في شرح برنامج البرنامج ان انا بشتغل عليه دايما في تقطيع وتصبيت الوديوهات. خلينا اقول لكم في البداية انه البرنامج ده مش مجاني. او مجاني بشكل يحكمك شوية. بمعنى ان هو البرنامج لازم يحط اللوجو بتاعه ناحية اليمين تحت. علشان تشتريه. علشان تشيل اللوجو ده قصدي لازم تشتريه البرنامج. لكن غير كده البرنامج هيشتغل معاك ويطلع فيديوات ويعمل لك احلى شغل ان ده بتحبه. نعمل موضوع سهل خالص لو هتصوروا الحاجة بالعرض. زي مثلا هتختار ستاشر للتسعتاشر. لو هتصور حاجة بالطول. آآ يعني الموبايل بيبقى عمودي كده. هتختار من تسعة الستاشر. احنا حاليا بنصور بالعرض. علشان كده هنختار من ستاشر تسعة واندس اوكي. وبعدين نختار الفيديوهات اللي احنا عايزين نزبطها. فرضا وعلى سبيل المسال اول فيديو بنضيف وهو فيديو الانترو بتاع القناة وبنرجع. بنضيف الفيديو بتاع الشغل بتاعنا هو مسلا فرضا ده. وهنضم الفيديو ده على الفيديو ده. وبنرجع تاني وبنشوف ايه التصبيب بتاع القناة. علشان نريح الناس نقفل الصوت تماما. اهو. بنشتغل على الفيديو ازاي شباب موضح سهل خالص. بين مسلا لها دي الانترو مش محتاج تصبيط الانترو متزبط ومتجهز. بيبدأ الشغل من هنا. عايز افصل ما بين الانترو وما بين الشغل الجديد فبدوس هنا مسلا في الفاصل ده اهو. عشان بس الناس يمكن يكون واضح اهو. بندس هنا. وبنضيف فاصل بمعنى مسلا الفاصل ده. بجرب واشوفه حلو ولا? اه بس بيعمل اه شوية حركات كده كأنه مش عارف ايه. وادي مسلا اه اللي هو النار اللي بتطلع وتفتح بين الاي والبي ديت الفيديو الاول او الفيديو اللي قبل وبعد. اه دي مسلا حاجة زي كده. بيدخل مش عارف ايه. يعني كلها اشكال شوفوا انتوا الشكل اللي هي رايحكم. مندوس هنا وبرو نروح مسلا ضيفينه جوه. ادي اول حاجة ممكن نشتغل بها. بصوا. فاصل بين الفيديو ده. يعني شاهد حركة حلوة يعني. طيب. الشغل على الفيديو نفسه ايه اللي ممكن يفيد في الفيديو نفسه? اه خلوني بس برضو اقول لكم يا شباب انا بقول الكلام ده من خلال تجربتي. ومن خلال خبرتي المحدودة. انا مش بشرح البرنامج بالتفصيل ولا اقول لكم انا خبير. عشان بس الناس اه اللي بتطلع كده وتقول لي انت مش فهم حاجة. انا فعلا مش فهم حاجة انا بقول لكم اللي عرفه. بتبدأ تشتغل على الفيديو بتاع حضرتك ازاي بقى الموضوع بيبقى سهل خالص? اول حاجة بتبدأها هي او هنتكلم عنها مسلا هي علامة الالم الرسوس دي. خليني انا اشرح لكم شوية حاجات جواها مش كلها. اولا الصوت. بتقدر توطي صوت البرنامج للفيديو او تعليه انت وراحتك. بعد كده بتختار اا اللي هي يعني مش هفقول لكم ايه اسمها ايه طيب. تدور الفيديو. ماشي يتلف الفيديو تسعين درجة. تخليه بالطول تخليه بالعرض. كده ماشي. يعني احنا هنرجعه دولوقتي لطبيعته. الجو بتاع الفيديو. تخليها بيض ويسود تخليها الوان تخليها نفسي تخليها احمر تخليها اصفر تخليه بني واللي اكون. في ايه تاني? لا ارجع اهو. في ايه تاني? اه سرعة الفيديو. سريع بطيق. ده كده بتخليها على البطيق وكده بتخليه سريع. طبعا الصوت بيبقى كوميدي جدا. تسمعته قبل كده حاجة زي كده. ما علينا. اه بعد كده هنبقى نتكلم فين 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 بس كده كفية. دي بقى ده تتكلمنا عن الصوت. تكلمنا عن آآ لف الفيديو. تكلمنا عن لون الفيديو او الجوا بتاع الفيديو. وبعدين نتكلمنا عن الصرعة. دي الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها وما ظنش نتحتاج اكتر من كده في الشغل البسيط بتاعنا ده. آآ بعد كده بنبدأ مسلا نتكلم في القطر. او الشكل الماشرط ده. مسلا ادي الفيديو كان عبارة عن انترو وبعدين فيديو كامل. بقى في حتة هنا او القطعة هنا منفصلة وهي ديت اللي ممكن نشتغل عليها. نمشي شوية كده. وندوس على الفيديو تاني ونقطع. الفيديو بقى عبارة عن انترو والحتة الصغيرة وبعدين اهي. وبعد الحتة اللي اصغر وبعدين باقي الفيديو. الحتة اللي اصغر دي فردا على سبيل مسال انا عايز اشتغل عليها بانها تكون لونها طبيعي. اهو 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 اهو. ارجع. القطعة دي بقت لونها طبيعي. ادي الانترو بيدخل وبعد كده الحركة اللي احنا عملناها القطعة الصغيرة اللي هتركزوا هتلاقوا لونها كده وبعد كده بيبقى اللون الطبيعي وبعد كده بندخل في نفس اللون اللي كان في القطعة الاولانية. فردا عايز اخلي بايد في اللون الفيديو كزا. اهو. حاجة تانية. البنت الامورة دي مسلا. اي حاجة. ماشي. اهو. لون الفيديو بقى مختلف شوية عن عن اللون الطبيعي اهو. فا يعني شوية مؤسرات كده. انا شخص ما بحتاجش دول لان الحاجات دي مسلا اللي هيحتاجها اللي هو هيصور نفسه وكده. اه لكن انا مش بحتاج كلام تاني. ايه تاني يا ربي اه. حاجة مهمة جدا جدا جدا. ازاي تضيف مزيكة للفيديو وتتحكم فيها. مسلا ادي موسيقى معينة هنا. هندوس مسلا اه فيروز. تقدر تسمع المزيكة الاول هنا. تسمعها. هي صوت شغلت. هيدا دلوقتي بس طبعا انتم مش تسمعوه. لان انا فاصل الصوت. وبعدين عجبتنا روح ضيفينها. من اول حتة اللي الخط اللي ازرق ده. واقف عليها. ضفت المزيكة بتاعتك ضفت المزيكة بتاعتي. تبدأ بقى تشتغلها على المزيكة بتاعتك. بمعنى ان انت تتعلي الصوت توطي الصوت مش عارف ايه زي ما تحب. بعد كده اي تعديلات على المزيكة ما اظن انت هتحاجدك اي تعديلات على المزيكة. طب ايه المربعين اللي فوق بعض الدول المربعين اللي فوق بعض الدول تقدر تضيف حاجة على الفيديو. بمعنى نص او فيديو تاني او صورة او اموشن. لو هتضيف اموشن. انصحك ان انت تضيف نص وتكتب جوال اموشن. ادي مسلا ادي ان نضيفت نص. سايبر لينك. حلو? نروح مسكن سايبر لينك دي. او سايبر لينك مسلا وبعدين نروح اي اموشنات. تقدر تحطها في النص. لف. كبر. اديها. موضوع جميل. عيب خطير في البرنامج ان هو ما بيقدرش يضيف نصوص عربية. موضوع صحف. وزي ما قلت لكم مش محتاج منك اي فقاقة. بس في حاجة كده انا ما شرحتهاش. دي. دي علامة بترجع خطوة لورا. ايه دي كل ما ندس تركة من دي بترجع خطوة لورا. شوقت لوني مساح الاموشنات دي نتنسى هادي. اهو. بنرجع. كل دي خطوات احنا عملناها بترجع. ايه. الاموشنات مساح. بعد كده النص هيتشال. كده الاغنية هتتشال. هتكده القطع اللي احنا عمناها هتتشال. هتكده الالوان هتتشال. تا 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 تا. وبعدين هتلاقوا لحد ما الانترو يبقى لوحته. بس يا شباب. موضوع صحل. وبعدين عابوك الفيديو. تعمل للفيديو. نعمل له او هتعمل له شير مباشر على الفيسبوك او هتعمل له شير مباشر على اليوتيوب انت بحظك او ايه يعني مش انت بحظك. انت ولا يريحك يعني. وزي ما قلت لكم الوعادين بتوع اول فيديو ان شاء الله هيكون متابعكم اول باول في للناس اللي بتلعب عايزة تلعب. هيكون برضو ان شاء الله بالمناسبة يعني ربنا يقدرني ونعمل مسابقة كل شهر. مسابقة كل شهر هتكون يعني الحدايا بتاعتها رمزية بسيطة. بس هذا يتناسب مع جمهور القناة. يعني مثلا حد عنده مليون سبسكرايبر من حق ان يعمل جايزة قيمتها الف دولار. مسلا. ما بلاش قبورة. لكن واحد السبسكرايبر سبتوه هو الفين سبسكرايبر. فمن حق انه يعمل جايزة بخمسة دولار. اتوقف على مشتري الكتير للقناة. من ان الدعم يوصل كتير 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 عشان المسابقة تعمل كل شهر تكبر فتكبر فتكبر. اتمنى ان في تكون اعجابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.